نستهل قراءتنا في عنوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية من ألمانيا حيث كتبت صحيفة ديت سايت أن الحكومة الفيدرالية أقرت أمس تشديد قانون للحماية من الأمراض المعدية يسمح لها بفرض قيود منسقة على كل أراضيها لمكافحة جائحة كوفيد تسعة عشر بشكل أفضل صحيفة The Times البريطانية كتبت ضمن افتتاحيتها أن حملات التلقيه في الولايات المتحدة وأوروبا تعرضت لنكسة جديدة أمس الثلاثاء مع إعلان السلطات الصحية الأمريكية تعليق استخدام اللقاح جونسون أن جونسون ضد كوفيد تسعة عشر عقب ظهور حالات نادرة من الجلطات الدموية بدورها كتبت يومية الموندو أنه بعد الشكوك حول لقاح أسترازينيكا بسبب الأعراض نفسها تواجه الدول الأوروبية مخاطر تأخر إضافي في حملات التلقيه بعدما أعلنت الشركة الأمريكية عن تأخير إطلاق لقاحها المؤلف من جرعة واحدة ضد كوفيد تسعة عشر في أوروبا ونقرأ على صحيفة لوموند أن رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس أعلن أمس الثلاثاء أن باريز قررت تعليق جميع رحلاتها مع البرازيل حتى إشعار آخر وذلك بسبب القلق المرتبط بالنسخة المتحورة البرازيلية لفيروس كورونا ونقلت الصحيفة عن كاستكس قوله خلال جلسة استجواب الحكومة في الجمعية الوطنية أن الوضع يزداد خطورة وبالتالي تقرر تعليق جميع الرحلات بين البرازيل وفرنسا حتى إشعار آخر اشتركوا في القناة